السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عالم الحيوان مفاجآته ما بتنتهيش واللي مش بتدل غير على إعجاز الخالق سبحانه وتعالى حشرات بتنور في الضلمة زي اليرعات رخويات بتفقد أطرافها فتنموا لها أطراف جديدة زي اللي بيحصل مع نجم البحر سديات بتطير أسمك بتكهرب خنفسة بتشيل أد وزنها ألف مرة أختبوت بيتنكر على هيئة مخلوقات بحرية تانية وصيب القسم فتوح علشان النهاردة هنضم لهم مجموعة من الحيوانات من فصائل مختلفة بتجمعهم صفة جسدية في غيط الغرابة أهلا بيكم أنا عمر عبدين والحرقة دي هنتكلم عن مخلوقات عجيبة بدون عيون وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول الأفعوانية المتقلبة هو الإسم العلمي لسمندة للكهف الأوروبي واللي قد يخدعك مظهره للوهلة الأولى وتفتكره أحد تعابين البحر بسبب جسمه الأملس إلا على هيئة صعبان لكن في الواقع السمندل ما فيش أي صفة قرابة بينه وبين التعابين تم اكتشاف سمندل الكهف الأوروبي في كهوف البحر الأدرياتيكي في أوروبا ولأن ضوء النهار هو العدو الأشرص للسمندل فهتلاقي إن على مدار العشرين مليون سنة اللي فاته متسلت كهوف سلوفينيا وكرواتيا ومونتنيجرو وغيرهم من كهوف جزر البلقان بيئة آمنة لسمندل الكهف الأوروبي السمندل ده لا يمتلك أي عيون على الإطلاق وبالنسبة لمخلوق عايش حياته كلها جوء كهف مظلم ما بيدخلهش نور فمشكلة فقدان البصر ما كانتش أزمة قوي بالنسبة له لأن فوسط العاتمة اللي هو عايش فيها صعب على أي مخلوق مبصر إنه يشوفه وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمده بحسة شم وحسة سمع في غاية الحدة تعوضه فقدانه للبصر وتخليه يتأقلم مع الضلمة اللي هو عايش فيها حسة السمع عند السمندل حد جداً بتمكنه من إنه يسمع أقل زبزبات بتكونها الفرائس في المية حواليه وحسة الشم والتزوق مش بس بتساعده على استياد الفرائس لكنها كمان بتساعده على تحسس طريقه والتحرك بأمان والأكثر دهشة هو عدد السنين اللي بيعيشها سمندل الكهف الأوروبي واللي بتتعدى في معظم الأحيان المية سنة العناكب بجانب أرجلها التمانية فهي كمان مشهورة بحاجة تانية ألا وهي أعينها المتعددة العناكب عادةً بتمتلك أربع أزواج من العيون وندراً لما تلاقي عنكبوت ليه زوج واحد أو حتى زوجين فقط من العيون لكن بالرغم من كده تم اكتشاف عنكبوت ما عندهوش ولا حتى عين واحدة النوع النادر ده من العناكب هو السينوبودا سكيوريون واللي اعتبر أول عنكبوت صياد يفتقر للعيون يتم اكتشافه وأيوة زي ما سمعت صياد من غير عيون بيبلغ حجم جسم العنكبوت ده حوالي 12 ملي بس والمسافة بين التساع رجليه حوالي 6 سنتي وتم اكتشاف السينوبودا سكيوريون للمرة الأولى في كهف مدينة لاوس في المنطقة المعروفة باسم شبه جزيرة الهند الصينية واللي اكتشفه علم العنكبوتيات بيتر ييجر واللي بيحكي ان الكهف ده معروف انه بتعيش فيه فصائل العناكب الصيادة اللي ان دي اول مرة يقابلوا عنكبوت بدون عيون من الفصيلة دي ولان العنكبوت طبعا ثاقد للبصر فبيستعدم الشعيرات المنتشرة على رجله لالتقاط الاهتزازات والأصوات وكمان الرواح واللي بدورها بتساعد على استياد الفرائس والتحرك وسط الظلام بحرية أمة لو بتخفن العناكب وبتخلي جسمك يأشعر شوية فخلينا ننتقل لمخلوق أكثر رعبا منها وهو العقرب الصفة المشتركة بين أغلب الحيوانات الفاقدة للبصر انهم بيعيشوا دايما في الأماكن المعتمة يا إما بقى داخل كهوف أو في أعماق المحيطات لكن فصيلة العقارب دي واللي بالمناسبة هي الفصيلة الوحيدة من العقارب اللي عمياء بالكامل بتختلف شوية عن بقى الحيوانات الفاقدة للبصر العقارب دي مش بتعيش في حتة دو ما بيوصلاش ولا حاجة دي بتعيش في الغابات المرتفعة في المكسيك والأماكن دي بيحاوتها الظلام بسبب أوراق الشجر السميكة المتراكمة على أرض الغابة واللي بتمثل العقرب ده مكان آمن للاختباء والصيد بعيدا عن الأنظار وعدم امتلاك العقرب ده لحصة البصر زود اعتماده على إحساسه بأقل حركة للفرائس من حواليه وزادت كمان مرنته في التحرك تحت الغطاء النباتي في كهوف أمريكا الشمالية المظلمة بيرقد في المكان شبح بحري والوصف ده هو أقرب تخيل لجراد البحر الأعمى اللي بيعيش داخل الكهوف جراد البحر الأعمى هو مخلوق لونه أبيض باهت يبنلك إنه شفاف زي الأشباح خلال ميلانين الموجودة في الجلد هي اللي بتكسب الجلد لونه وكمية الميلانين اللي بيفرزها الجلد بتكون بناء على كمية الضوء ومدة التعرض ليه وبما إن جراد البحر الأعمى ما قضي عمره كله بعيدا عن الأضواء فده معناه إنه ما فيش أي إنتاج للميلانين في خلايا وده اللي بيخليه باللون الباهت ده وأحد فصائل الجراد الأعمى ده هي الفصيلة اللي بتعيش في كهوف كاني الموجودة في ولاية ميزوري الأمريكية واللي بتنتمي لردبة عشريات الأرجل واللي بتضم قشريات معروفة زي السرطان والقريدس وطول الجراد الأعمى حوالي 5 سنتيمتر وبيمتلك قرون استشعار وكماشات طويلة بتساعده في الاحتداء لطريقه وسط الظلام وبيعيش في البحارات الجوفية وجداول المياه في الكهوف وللأسف الفصيلة دي مهددة بالإنقراض وأعدادها قليلة جدا سرطان البحر الأعمى أو السلطعون الأعمى هو أحد فصائل سرطان البحر اللي تم اكتشافها على عمق 300 متر تحت سطح بحر الفلبين والفصيلة دي مش بس بيميزها إنها فاقدة للبصر لكن كمان عندها شوية صفات جسدية تانية بتخليها سرطان بحر خارج من فيلم رعبة حرفيا على الرغم من فقدانه للبصر والبعض ممكن يتصور إنه بيأثر بالسلب على عمليات الصيد إلا إنه في الحقيقة أي فريسة بتقع في قبضته فرصة نجاتها بتكون منعدمة تقريبا في الوقت اللي فيه مخالب أو كماشات سرطان البحر التقليدية بتكون عبارة عن كماشتين واحدة سميكة لطحن الغذاء والتانية أقل سمك بتصطدم في التقطيع فكماشات سرطان البحر الأعمى شكلها مختلف تماما عن الكماشات دي واحدة منهم طويلة جدا تكاد تكون بطول جسمه بالكامل وشكلها أشبه بمنشرين بأسنان حدة بيفتحوا بالتساع زاوية قيمة واللي لما بيقفلوا على الفريسة أكيد ما بتفضلش فيها حتة سليمة والكماشة التانية قصيرة وبتنتشر عليها من برة أسنان مدببة حدة جدا من أولها لآخرها وفي عام 2019 الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا أثناء رحلة استكشافية ليهم في أعماق البحار لحظوا تصرف غريب جدا بيعملوا سرطان البحر الأعمى ده عادة سرطان البحر بيقف سابت قدام الجحر بتاعه ما بيتحركش وبيكون في انتظار أي فريسة تقرب من المكان لكن الغريبة أنهم لحظوا المرادي أنه ما كانش واقف ساكت زي العادة لحظوا أنه ماسك قطعة صغيرة من لحم فريسة أديمة بين أحد المخالب وبيلوح بيها لأعلى كتعم علشان يلفد بيها انتباه الأسماك في محاولة منه لجذبهم والإقاع بيهم بين مخالبه وعلى الرغم من أن المحاولة اللي تم رصدها بقت بالفشل إلا أنه ما زال تصرف مسير للإعجاب عادة أي مخلوق بيكون فاقد لحسة من الحواس اللي موجودة عند باقي الأفراد المحيطين به بيكون شديد الحذر في تصرفاته وتحركاته بيعمل حساب كل خطوة بيخطيها لكن سمكة الكهف بقى اللي بتستوطن شلالات كهو في تايلند بايع القضية على الآخر السمكة دي تعم في الأعمق ماشي تعم بالقرب من السطحة عادي تعم مع الطيار ما فيش مشكلة عكس الطيار ما يضرش وبالرغم من فقدانها للبصر إلا أنها بتتعامل بكل جرأة وأسلوب السمكة دي في التنقل غريب جدا مش هتلاقي عند أي سمكة تانية وسط 30 ألف فصيلة أسماك اللي عايشين معانا على الأرض دلوقتي السمكة دي بتلتصق بالجدران اللي بتساقط عليها مياه الشلالات وتبدأ تتسلق وتنتقل من الصخرة للتانية تحت المية وعلى عكس طبيعي باقي الأسماك واللي بتعمل حساب لشدة طيار المية سمكة الكهف دي تتسلق الشلالات وتكمل طريقها أيا كان ويمكن السبب وراء جرأتها أو تهورها في الحركة والتسلق هو تركيب عظام حضها القوي واللي ما يشبهش أبدا سمكة في حجمها الضئيل وبكده نبقى تكلمنا النهاردة عن حيوانات عجيبة بدون عيون تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية آه حاجة أخيرة لو حابين تتعرفوا أكتر على الدول والمدن والمعالم الأسرية والمزارات السياحية في قناتنا الجديدة الرحالة هناخدكم في رحلة كل أسبوع لمكان جديد هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف اشتركوا فيها وفعلوا الجرس واللي يشترك يكتب في تعليق تحت الفيديو إنه بقى رحال جديد سلام